هذا وتراجعت مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 250 و 300 مليون دينار يومياً إلى ما بين 50 و 60 مليون دولار بحسب بيانات البنك وقال مصدر في البنك المركزي إن الفارقة بين النفقات ومبيعات البنك المركزي ستعوض من طبع العملة الجديدة مبيناً أن العراق لا يعود الدينار المطبوع الجديد لأن الإرادات غير النفطية كالرسوم والضرائب لا تعادل سوى 5% فقط من الإرادة الإجمالية وحذر المصدر من أن زيادة طبع العمر الذي سيؤدي إلى تدهور قيمة الدينار العراقي واتساع التضخم وارتفاع السلع مؤكداً أن عمليات التهريب إلى إيران مستمرة وربما لن تتوقف حتى مع القيود الأمريكية وأضف أن العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء إلى إيران لتقوم الأخيرة بإعادة هذه المبالغ مرة أخرى إلى العراق وتشتري بها دولارات وتستمر عملية تدوير العملة